أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بوصفة جديدة في ظل هالأوضاع يلي عم بنعيش فيها أغلبنا عم بندور على البدائل من شان هيك اليوم راح أحضر لكم بديل 3 in 1 مكونات سهلة وسريعة متوفرة بكل بيت بداية في عندي مطحنة التوابل أو الابهارات النعمة راح أنزل بمقدار نص كوب من السكر الأبيض نسمي بسم الله بالإضافة لنص كوب من الحليب البودرة طبعا أنا استخدمت لوصفة اليوم الكوب المعياري في حال ما توفر عندكم أي أداة مثل هيك يكون ممسوح عندكم واستخدموه لجميع المكونات يلي حنزل فيها لوصفتي بالإضافة لنص كوب من الكريم شانتي كريمة الحلويات البودرة وآخر مكون معاي هو قهوة سريعة التحضير وحصرا استخدموا الشركات المحلية في حال ما توفرت عندكم المطحنة ما في أي مشكلة ولكن هون منشان أحصل على نفس القوام ويكون عندي سهل وسريع الذوبان بدي أشغلها حتى أحصل على خليط ناعم فقط لمدة نص دقيقة خلينا نشوف القوام مع بعضنا شوفوا معاي هاللون طبعا الريحة بتشهي نفس القوام ونفس درجة اللون بالضبط أنا هيك صار معاي جاهز بمرتبان معقم مسبقا ومجفف جيدا راح أنزل عندي ببودرة اللي ثري إن وان يلي حضرناها مع بعضنا بهالشكل سمي بسم الله ونسكبها طبعا ما بتتخيلوا ريحة ما شاء الله قديه روعة وأطيب بمراحل من الجهاز وفي حال ما توفر عندكم المشين رهاز الكهرباء ما في أي مشكلة بإمكانكم تخلطوهم مع بعضهم ولكن راح تحصلوا على خليط خشن الحبيبات فبياخد وقت أطول للذوبان وفي حال برضو حبيتوا أنكم تنكهوا بالكاكاو أو حتى البندق المطحون برضو ما في أي مشكلة بإمكانكم بهالمرحلة أو حتى الهيل المطحون ولا أربع من هيك بإمكانكم كل هالإضافات تضيفوها مع نفسكم وبهيك صار معاي جاهز بودرة اللي ثري إن وان حضرناها مع بعضنا داخل البيت بهالمرحلة بإمكانكم تحفظوا بالمرتبان محكم الإغلاق بمكان جاف تماما لمدة أسبوع بيضاين معاكم ما بيرطب نهائيا في أكواب التقديم مباشرة راح ننزل ببودرة اللي ثري إن وان بهالشكل طبعا شو بتحبوا أنتو يكون نسبة تركيز النكهة بإمكانكم تزودو أو تقللو ونسمي بسم الله ونسكب عنا المي السخنة شوفوا معاي هاللون اللي ولا أروع من هيك والريحة ياللي بتشهي نعطيه تقليبة حتى نتأكد إنه عندي ذاب خبروني في التعليقات في حال جربته تحضيره وخبروني بنتيجة النكهة بتمنى هالوصفة إنها تعجبكم وبألف عافية عليكم ترجمة نانسي قنقر